نتكلم على مسألة تفاؤلاً وما إلى ذلك فيها حاجات كتير بتبقى بالمناسبة مهمة، قوي ويمكن أنا تكلمت حبتين شوية كده أو يمكن ما تكلمش كتير ده بسرعة كلمت عن السودان والعلاقة مش بس التاريخية هي علاقة تاريخية، وجدانية، عقلية، قلبية، عاطفية، شعبي سميها زي ما تسميها ما بين مصر والسودان شعب واحد، قلب واحد، روح واحدة عقل واحد، وجدان واحد حقيقي ده بجد مش زار أي مصري، أي سوداني عارف كده كويس أوي، أوي علاقة شديدة الخصوصية ما بين البلدين دول وأتمنى أنها دايما تبقى شديدة الخصوصية دايما مصر رحبت في بيانها الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان مؤكدة أن الاتفاق ده خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان الكل ده بقولك انطلاقاً من البيان دا لسه ما تكلمتش وأعرابة مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهدها للبناء عليه ووصولاً الاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية كمان مصر أعربت مرة تانية عن خالص تمنياتها بأنه يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني في ظل روابطنا التاريخية اللي بتربط البلدين الشقيقين وحدة المصير شعب وادي النيل العظيم وابتدع مصر بالمناسبة دي أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيق بالطريقة اللي تمكنها من عبور هذه المرحلة الانتقالية بكل نجاح وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه